طيب علي معلول كمان بعد المباراة التصريحات مهمة قال كنا نريد الفوز اليوم لكننا كنا على علم بمواجهة أقوى فريق في أوروبا قدمنا مواجهة قوية أمام الريال ودفعنا ضريبة عدم تسجيل الفرص اللي أتيحت لنا واجهنا إرهاق كبير قبل مواجهة ريال مدريد لكننا سنبذل أقصى ما لدينا أمام فلمينجو لأحراز الميداليا البرونزية إن شاء الله النادي الأهلي يعملها محمد هاني كمان بعد المباراة في تصريحاته قال النتيجة ليست أفضل شيء كنا نتمنى الفوز والتأهل للنهاية للمرة الأولى في تاريخنا لكن لم يكن هناك تقصير فالجميع أدى ما عليه وحاولنا حتى النهاية والحمد لله على كل شيء النتيجة صحيح ليست جيدة ولكننا سنغلق صفحة مباراة ريال مدريد وهنركز على المواجهة المقبلة أمام فلمينجو والفوز بالميداليا البرونزية مثل آخر نسختين لمونديال الأندية